توقع برجل سرطان ليوم الثلاثة المايفق ستة فبراير الفين اربعة وشرين الله دايما بيعونك يا سرطان على يومك ده امور كتيرة جدا بتعكسك طول اليوم في ضغوط واضحة قدامك في الشغل مش هتسيبك من الصباح لغاية ما تمشي للبيت خليك حريص اكتر على صحتك خاصة في الاماكن اللي فيها ضعف بخص مادتك وضهرك المساء هيسيب ليك راحة لانك ممكن تبقى مش في مزاج بيسمح ليك بالخروج خاصة موالية تلاتة وعشرين لتلاتين يونيو هتبقى سعيد عاطفيا في بيتك وسط قسرتك هتتمكن من انك تحل مشاكل ونزاعات حتى لو كات صغيرة توقع برجل اسعد ليوم الثلاثة المايفق ستة فبراير الفين اربعة وشرين هتختفق الانظار النهاردة باناقتك ومظهرك في كلامك وتصرفاتك انت النهاردة في قمتك وده بتطبع من الاخبار اللي وصلتك في الفترة الاخيرة وزادت دعمك في كل امورك العملية والمالية في المساء هتبتدي تحصل على مشاهدات كلامية ما بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه وده هيبقى بيعقر مزاجك لكن انتو الاثنين بتحلوا المسألة بشكل كبير جدا خاصة الموالية تلاتة وعشرين يوليو لستة اغسطس هم اكتر المستفيدين من الموضوعية دي هتبات مطالب شريك حياتك بتشكل عبق كبير جدا عليك وهت لازم توضع لي الموضوع ده حد عشان ما تتوردش توقعت برج العزراء ليوم التلاتة المواشق ستة فبراير الفين اربعة وعشرين هتستغرب من نفسك يا عزراء انت مبتسم وبتضحك من الصباح مش عارف لي السبب لكن هيكون عندك كتير من الاعمال المفروض تعملها وده هيرجع ليك بانجازات انت بتحققها في الفترة الاخيرة بحذرك بس من ان عصبيتك او حد بيستفزك من حد من زملائك في الشغل في فترة ما بعد الدهر خلي بايلك في المسأة هيبقى عندك كتير من الموعيد كتير من البرامج اللي هتبعها وهيبقى يوم مميز جدا عاطفيا بتسعى لي كتير من الاستقلالية وبتدور عن الحرية الكاملة عشان كده من الصعب انك تتقيد بشريك معين ويقيد رؤيا طاقعة برج المزان اليوم التلاتة الموافق 6 فبراير 2024 بالناسبة ليك مش هتعرف من فين تبتدي كتير من الاعمال قدامك مفروض تنجزها زي ما انك لازم تشغل دماغك بامور تانية غير الشغل عندك تردد هيبقى من نصيبك في اليوم ده هتلغي كتير من الموعيد النهاردة بسبب احسسك بانك مش جاهز بجد للموضوع ده هتاخد قرار كبير اكتر المواليد المزاجيين والمتوترين في اليوم ده هم مواليد 6 ل10 اكتوبر علاقتك القديمة هتبقى بتصهر قدامك مرة تانية لكن من الافضل انك تبقى بتطلع لمستقبلك اكتر توقع البرج العقرب ليوم التلاتة الموافق 6 فبراير 2024 حركتك كتير النهاردة ومش هتعرف تقعد في مكان واحد كتير من الاعمال اللي بتستعناك في اليوم ده من الساعات الاولى من الصباح كل حاجة هتبقى مسهلة عندك بأمر من ربنا في فترة المساء هتبقى حابب تعمل كتير من الحاجات المهمة خاصة على الصعيد العطفي مجالات كتير مفتوحة قدامك بشكل واضح ممكن تواجه بعض المشاكل مع الحبيب اللي بيظهر ليك بعض العدائية تجاهك التوتر العطفي ممكن يخليك تحس بتاعب نفسي خلي بالك توقعت برج الكوس ليوم الثلاثة الموافق 6 فبراير 2014 امورك المالية هي اكتر حاجة بتهمك النهاردة يا صديق الكوس انت عندك كتير من المصاريف والالتزمات المادية واليوم ما فيش ده هتمشي وتتسوى لكن ما تتصرفش النهاردة في كتير من الفلوس امورك العملية هادية جدا ممكن تميل للروتين اكتر اما في فترة المساء امورك العطفية هتاخد اهتمام كبير فخليك حرص علشان ترضي حبيبك علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك لكن التخلص من الشريك السابق مش هيبقى سهل هتبذل جهد فواضح عشان تتفوق توقعت برج الجدي اليوم الثلاثة الموافق 6 فبراير 2014 بيلاحظ الاخرين اختلاف مزاجك وتعاملك معهم وهتبتدي تتكلم كلام كبير بعد فترة طويلة جدا من السكوت والاكتئاب امور كتير عملية افضل من ما يمكن هيعرض عليك امر هيفرحك كتير جدا لانك بتحسن وضعك العملي والمادي في المساء الوقت مناسب عشان تشتغل في المصالحة مع حبيبك بعد الكلام اللي انت سمعت منه خلال اليومين اللي فاتوا في شوية اسئلة كانت قدامك هتبقى عايز تطرحها على حبيبك من وقت طويل جدا بس هتلاقي الأجوبة الشافية ليك توقعت برج الدالو اليوم التلاتة الموافق 6 فبراير 2014 مش بنصح حد فيكو انه يتكلم معاك النهاردة فانت مش هتبقى في مزاج مناسب ولا قابل اي حاجة عصبيتك وهجومك مفيش مش محتاجة اي كلمة كل حاجة بتتعمل قدامك انت مش محتملها خاصة في فترة الصباح والدهر اللي اتنين اصعب فترات بالنسبة ليك في اليوم ده امور كتيرة مش هتتحسن لغاية المساء هتبقى فيه كآبة بتسيطر عليك فبنصحك بانك تقلل كلامك وحركتك خاصة الموليد 20 ل30 يناير هيبقى عندك صراحة وصدق ودول مفتاح قلب شريكك حاول انك تستفيد من ده باقصى قدر توقعت برج الحوت اليوم التلاتة الموافق 6 فبراير 2014 الامور افضل بكتير من اليومين اللي قبل كده هتلاحظ ان الشغل بتديه يمشي معاك فيه شوية فلوس هتجيلك وهتدخل في جيبك في فترة الظهر في فترة ما بعض الظهر بيفضل انك تهتم بامورك الشخصية والاسرية عندك مجال واسع انك تعمل ده في المسافة خبر بيفجأك هيزعجك بشكل واضح لكنك هتتغلب عليه بشكل سريع وهتخرج وهتتمتع به مع اصدقائك هتناقش شوية شؤون بتخص الاسرة العالقة وهده ياخد من خلالها قرارات مهمة جدا جدا في حياتك اشتركوا في القناة